تضارب في حصيلة ضحايا فيضانات ليبيا تواصل عمليات الإنقاذ والإغاثة لليوم العاشر في المغرب قدروف في فيديو جديد بعد أنباء عن تدهور صحته أخبار الأربع والعشرين ساعة الماضية في دقيقتين من العربية فأهلا بكم البداية من ليبيا ولليوم السابع على التوالي تتواصل عمليات الإنقاذ في درنة حيث يتم انتشال عشرات الجثاث يوميا بعد تضاؤل الأمل في الوصول إلى ناجين متحدث باسم الهلال الأحمر الليبي نفى ما أعلنته الأمم المتحدة أن تكون حصيلة الفيضانات التي ضربت مدينة درنة بشرق البلاد قد بلغت أحد عشر ألف قتيل في ظل تضارب في إحصاءات عدد المتوفين السلطات الصحية الليبية بدأت بعمليات تطهير الشوارع في مدينة درنة خوفا من انتشار الأمراض وفي السياق قالت منصة حكومتنا الليبية إن 891 مبنى نهارت تماما جراء السيول التي ضربت المدينة إلى المغرب ولليوم العاشر على التوالي تواصل فرق الإنقاذ هناك عمليات الإغاثة والبحث عن ناجين تحت الأنقاذ واستخراج جميع الجثث المتبقية لدفنها بعد الزلزال المدمر الذي ضرب البلاد السلطات المغربية تمكنت من إنقاذ خمسة رعات كانوا محاصرين في منطقة جبلية شاسعة كما تواصلت عمليات التبرع بالدم سواء بالمشاركة بمشاركة المواطنين أو رجال الأمن فيما نصب الجيش المغربي الخيام لإيواء الناجين ووفقا لأحدث البيانات فقد أسفر الزلزال عن 2946 وفات وعن 6125 إصابة إضافة إلى دمار مادي كبير طال نحو 50 ألف مسكن بشكل كلي أو جزئي بعد انتشار تقارير عن تدهور صحته نشر الزعيم الشيشاني رمضان قاديروف مقطعي فيديو يبدو فيهما مبتسما ويدعو الناس إلى مزاولة الرياضة دون أن يتضح متى تم تصوير المقطعين القصيرين وتسري تكهنات منذ أشهر بشأن صحة الزعيم الشيشاني الحليف الوثيق للرئيس الروسي فلاديمير بوتين الجدل حول حالة قاديروف الصحية عاد بعد تقارير صحفية نقلت عن مصادر في الاستخبارات الأوكرانية أو نقلت عن هذه المصادر إصابة قاديروف بمرض خطير إضافة إلى دخوله في غيبوبة وبأنه نقل جوا إلى موسكو لتلقي العلاج بعد انتشار مقطع فيديو على نطاق واسع اعتقلت السلطات التركية مواطنا تركيا متهما بالاعتداء على سائح كويتي السفير الكويتي بتركيا قال أنه تم حجز المشتبه به وأن المواطن الكويتي بخير وأنه سيأخذ حقه بالكامل وفي وقت سابق انتشر مقطع فيديو يوثق الاعتداء على سائح كويتي بينما كان يسير مع عائلته في مدينة طرابزون التركية وظهر فيه السائح ممددا على الأرض مغشيا عليه بلا حراك فيما تجمع حوله أقاربه وعدد كبير من المرة وفي خبرنا الأخير أدرجت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة موقع تل السلطان في مدينة أريحة الفلسطينية على قائمتها للتراث العالمي وجاء قرار اليونيسكو خلال الاجتماع الخامس والأربعين للجنة التراث العالمي التابعة لها والذي يعقد في الرياض في السعودية أريحة هي واحدة من أقدم المدن المأهولة بالسكان وتقع شرق الضفة الغربية وتعتبر نقطة جذب رئيسة للسياحة وذلك بسبب مواقعها التاريخية وقربها من البحر الميت